السلام عليكم اهلا وسهلا بكم متابعين الاعزاء في القناة رجاء الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم اخمات حريق قرب مستشفى في الانبار اعلنت مديرية الدفاع المدنية اليوم السلساء عن اخمات حادث حريق قرب مستشفى الصفوة في محافظة الانبار وقالت المديرية في بيان ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كارفان مشيدا من السندويج سريع الاشتعال وهذا الكارفان تابع لاحدى شركات العمالة في مجال المؤولات العامة ومجاور لمستشفى الصفوة في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار واضف البيان ان فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن المستشفى القريب وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية مشيرا الى ان سبب الحريق كان نتيجة عطل قهرباء في جهاز التكييف سليم يا ربي سليم نسأل الله السليم